السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحبتي من جديد ما زلنا مع سلسلة تفسير الأحلام والنهاردة هنتكلم عن الحزاء البني الحزاء البني والكلام هيكون بالنسبة للحزباء والمرأة المتزوجة خلاص؟ طيب بالنسبة لرؤية الحزاء البني في المنام بالنسبة للبت العزباء سوف تتزوج من رجل مطلق يعني هتتجوز من واحد كانت متجوز قبل كده أما بالنسبة للمرأة المتزوجة رؤية الحزاء البني لها في المنام يدل على أنها سبحان الله عندها خصوبة عالية بالنسبة لقضية الإنجاب فدي دلالة كويسة بالنسبة لمرأة المتزوجة إنها تعرف إن هي من النساء بل ربنا هيكرمهم بالحمل ومش هيبقى عندها مشاكل خالص في قضية الحمل تدل على الخصوبة والإنجاب ده إمتى؟ ده يحصل إمتى؟ إذا كان الحزاء البني في المنام على مآسك يعني مصبوط على رجليك أما لو كان الحزاء على غير المقاس يعني مش على قد رجليك دي بشارة أو دلالة والكلام بالنسبة للبنت العزبة والمرأة المتزوجة إن انتوا أصحاب أفكار خاطئة إن طريقتك في التفكير غلط قراراتك كلها غلط ده بالنسبة للبنت العزبة والمرأة المتزوجة لرؤية الحزاء البني ولكن مش على قد مآسك أما لو رأت أن هذا الحزاء سبحان الله العظيم عليه غبار فهو شخص بخيل ولن يسعدها بالنسبة للعزبة لما تتجوز أو بالنسبة ل المتزوجة لزوجها إن زوجك بخيل إن يا بنتي عزبة اللي هتتجوزيها هيبقى بخيل لو شفتي في فترة الخطوبة حزاء البني وعليه غبار يعرف إن زوج ده في المستقبل هيكون بخيل أما لو رأت الحزاء البني ممزق مقطع فهو شخص صاحب هموم ومشاكل هيعيشك في سواد ده بالنسبة للحزاء البني لو شفتي في المنام ممزق أو مقطع أما بالنسبة للمرأة المتزوجة خلاص هي متزوجة زوجها صاحب هموم ومشاكل هتعمل فيه إنما دي بشارة تستفيد منها البنت العزبة أكثر من المتزوجة انتظرونا في اللقاءات القادمة أقول قولي هذا واستغفر الله لولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته